اشتركوا في القناة كتوبة صغيرة راديو كورسي عربية خضار عربية بحمر ممكن حد يحط ابنه شخصين اللي وقفوا كده سبب تاني بقى من الاسباب تبقى قاعد وستاني بقى الاشارة ولما الاشارة تيجي تفتح تلاقي كل النسبة قررت انها عازت عادي وبيبقى فوك سياحي هو مش فوك سياحي هو عيلة معينة هي اللي بتعدي لا احنا عايزين نعدي بقى دلوقت أول لما تلاقي الاشارة فتحت تلاقي الاشارة بقى متقلقة بقى والطرحة كده بترفرف منها ومسكع العيل وقعدة بتهرج مع جوزها لازم تاخد لهم صورة عشان هي حاجة كده أسرية تحس ان انت مش هقدر دوسهم العيلة دي بقى بتلاقيه بتلاقيه في كل حتة هي نفس العيلة ومنتشرة كده في كل أنحاء مصر يعني في كل اشارة تلاقيهم وقفين بقى لو انت في مصر الجديدة ممكن تلاقيهم ازاي ملك تلاقيهم المعادي في الدائري بيعدوا من يمين لشمان من شمال يمين المهم من ان الاشارة تكون فتحة وان هم يقولوا مبسطين يعني تلاقي الستة اللي في العيلة لها تلات حالات اول حالة تحس ان هي متجاهلة تماما ان في عربية وكأنها بقى بتعدي من مطبخ للصورة الحالة التانية بقى تلاقي الستة بقى بتديرك نظرة استحقار اللي هو انت ازاي استجرقت وزمرت تلاقيها بتبصلك كده يعني من فوق لتحت انت كده يومك مش فايت وممكن ما ترجعش البيت فيها اساسا ثالث حالة بقى تلاقي الستة هي بقى بعيلتها كلهم كده بيتحولوا الكائن واحد بطيء سبب تاني لليه المصريين ما ينفعش يسوقوا اللي يفط هو مفيش اللي يفطى واحدة ولو فاتتك تتودع بقى كل احبابك وقريبك عشان انت خلاص دخلت في محافظة تانية اساسا وهتضطر بقى هتبدأ حياة تانية جديدة عشان مش هتلاقي يوتر نترجعك اخر واهم سبب بقى انا مش هينفعقوله كلنا عارفينه كلنا عدين عليه اللي يعرفوا بقى يحطوا في الكومنتز